موسيقى حياكم الله فساد الوزارات والخروقات المالية على طاولة بعد المنتصف معي أنا أحمد الطيب عبر شاشة الرشيد الفضائية مشكلة أيضا الأجراء اليوميين في ملف التربية ما قصة وزارة المالية حقيقة في متابعة ملف أيضا المنتسبين والمعينين في وزارة الدفاع أيضا ما هو أيضا قصة وزارة التجارة ووزارة الشباب والرياضة والنفط والصناعة والمعادن هل فعلا تتحمل حصرا حكومة الغائب الطوعي السابقة والمستقيلة هذه المسئولية هل فعلا ما تحدث به النائب حامد الموسوي في تصريحات جريئة وشجاعة أن أكثر حكومة شهدت فسادا مخيفا ورهيبا ومرعبا هي في زمن حكومة عادل عبد المهدي نواصل معكم بعد فاصل قصير مرحبا بكم مشاهدين الكرام وصبحكم الله بالخير وحلقة جريدة بعد المنتصف نتحدث في هذه الحلقة بوضوح وبالأرقام إن وجدت وبالأسماء وبشكل جريء جدا مع ضيفنا العزيز الأستاذ حامد الموسوي الناب عن الفتح حياك الله زميننا أبو هادي ونورتنا وصبحك الله بالخير صبحكم الله بالخير ورمضان كريم يعود عليكم إن شاء الله بالخير والستر أجواء لطيفة المؤيم الله يحفظك شون رأيك بأجواء بغداد سيد حامل بغداد بعد هي بغداد في القلب اليوم البغدادين وجميع ابناء شعبنا العراقي خصوصية شهر رمضان ودائما حتى يحولون المصاعب والمشاكل إلى أجواء محبة فيستثمرون هذا الشهر الكريم وإن شاء الله كل الأشهر هي نعمة من الله سبحانه وتعالى للتواصل مع أنه الآن نحن في ظرف صحي وكورونا تأكيد ولكن تشوف العراقيين دائما يحاولون يصطنعون المحبة والتواصل من خلال التواصل الإلكتروني من خلال الزيارات العائلية فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه تعدي على خير يا رب تعدي على خير وتمر هذه الأزمة من عراقنا الحبيب ومن كل الإنسانية ويعود العراق وتعود محافظاتنا العزيزة وأبناء شعبنا العراقي لا سيما نعيش ولادة حكومة جديدة حكومة السيد الكاظمي نتمنى لهذه الحكومة ولكل الخيرين إن شاء الله في هذه الحكومة أن يوفقوا لخدمة هذا الشعب هذا الشعب المظلوم الذي يستحق مننا جميعا أن نقدم له لأنه قدم الكثير الشعب العراقي قبل 2003 عانه وبعد 2003 عانه وشعب طيب يعني ما عنده سقوف عالية من المطالب ويستحق أن يغادر حقيقة هذه الأزمة إن شاء الله بسلام وأمار وإن الله عين الله سبحانه وتعالى كانت حاضرة على العراقيين اليوم حقيقة يعني العراق كبلد بدأ يتجاوز حتى أزمة كورونا وبفضل طبعا كما قلت الرعاية الإلهية نعم وأيضا شعبنا الطيب ودعاء المؤمنين والمخصصين بإذن الله أبوهادي نورتنا مرة أخرى الله يفكر نحن في قاموس البرنامج وفي قواعد الحلقة أنه أول شيء ما تزعل من أي سؤال لا بالعكس الله يعزيك وثاني شيء ما نغادر أي سؤال ولا نجامل على حساب الدماء وعلى حساب مصلحة الوطن والمواطن نحكي بصراحة الجمهور ينتظر منك أرقام وينتظر منك أسماء وقالوا إحنا ما دام أستاذ حامد الموسى وإياك راح تكون إن شاء الله حلقة جريئة وشجاعة جدا بأسماء الله يحفظك نحن الصدق والمصداقية أهم شيء أكيد أكيد دعنا نعرض أول صورة وبعدين نتحدث عن التربية والتعليم والتجارة والصناعة وغيرها من الملفات حتى تكون مكشوفين السيد رئيس مجلس النواب العراقي غالباً اللي يجي هنا ينتقد هذا الأداء حقيقة يعني غالبية المنتقدين ربما هم من تحالف الفتح نعم أكو غصة في داخل النواب على أداء الحلبوسي بأيامه الأخيرة شنو السبب؟ طبعاً عندما نتحدث عن الأستاذ محمد الحلبوسي السيد رئيس البرلمان وطبعاً زميننا أنا كمهندس ومهندس نعم وأيضاً حقيقة الوجوه الشابة اللي استبشرنا خير أنه الآن غادرنا يعني عهد القيادات السياسية التقليدية في رئاسة البرلمان عندما جاء السيد الحلبوسي أنا شخصياً كنت من الداعمين أي لمجيئه وانتخابه وكنا نأمل وما زلنا نأمل أن يأخذ البرلمان العراقي دوره الحقيقي نعم الظروف التي حاطت بالعراق وحاطت بالوضع السياسي عموماً يعني السلطة التشريعية كانت جزء من المعاناة اللي عيشها العراق وأيضاً القوى السياسية والزعماء الكبار على مرور الدورات الثلاثة السابقة كانوا متقصدين من منع أداء السلطة التشريعية فكان البرلمان دائماً مهمش دوره وعاجز وغير قادر على تأدية دورة الرقابية لذلك صار عندنا فساد وصار عندنا تلكه في إدارة الدولة وكان دور البرلمانيين من خلال توجيه رؤساء الكتل والقوى السياسية وفقط رفع الأيدي وبنفس الوقت جزء كبير من العرقل اللي صارت لمشاريع قانون البنى التحتية ومشاريع كانت مهمة بالنسبة لعراق كان سببها هو عرقلتها من خلال البرلمان ولكن بعد هذه الفترة أنت قلت كنا نتأمل نأمل من الدورة الرابعة مع مجيء شخصية شابة لم تأتي بصفقة سياسية بقدر ما جاء باستحقاق حقيقة السيد الحلبوسي فرض وجوده كمحافظ وفرض وجوده بالدورة السابقة في وجوده في اللجنة المالية وكان مؤثر جدا وكانت قناعة كبيرة لدى النواب مو توجيه الكتل حتى الآخرين اللي هم خارج البناء وهو مرشح تحالف البناء كانت لديهم قناعة كبيرة بشخصية السيد الحلبوسي وأيضا بقية الأخوة في مجلس الرئاسي اللي هما السيد حسن الكعبي والسيد بشير حداد بعد ذلك بعد ذلك شون تغيرت القناعات وتغيرت كل أمور لا احنا ما تغيرت القناعات ولكن احنا دائما نطمح أنا كعضو برلمان عندما أسمى من عامة الشعب عدم رضاهم عن البرلمانيين وردت الفعل الجماهيرية نعم الوزراء والمدراء العامين والسلطة التنفيذية هم أدوات الدولة في تقديم الخدمات وفي الحفاظ على المال العام مزين ولكن ردت فعل الجمهور إذا البرلمانيين كانت أكثر بكثير مزين تجهب اتجاه حرق بيوت النواب والإساءة للنواب بشكل أو آخر أنا كنائب يعني أحس بي غصة وأحس بي تقصير كبير وأنا ابن كربلاء المقدسة اللي وصلت إلى مجلس النواب العراقي مو بخياري ولا يمكن أنا الأقل إخواننا في كربلاء يعرفون أنا أقل نائب خليت صور في الحملة الانتخابية طيب ثقة الناس بيني واعتزازهم بتاريخنا هي كانت العامل الأساسي في وصولنا إلى مجلس النواب فأني من أجد مجلس نواب لم يقدم فاسداً واحداً هذا دور الرقابي والتشريعي ولم يحاسب لا وزير ولم يحاسب نعم هناك أصوات علت في داخل مجلس النواب من قبل زملاءنا وإخوتنا وحاولوا أنه يؤدون دورهم الرقابي ولكن أين هي رئاسة البرلمان من تفعيل هذا الدور الرقابي في محاسبة الفاسدين وأنا عندما ذكرت في مقدمة برنامجك أن وزارة السيد عادل عبد المهدي كانت الأكثر فساداً بل أن البرلمان عندما لم يؤدي دور الرقابي خلن نعترف إحنا طيب أيضاً ساهمنا في زيارة هذا الفساد ما أنا ما أتهم أخوتنا وزملائنا بل هيئة الرئاسة بأنها مشتركة وإنما أقول مجاملة والمضي باتجاه المحاصصة والتقاسم المغانم والوزارات هذا كان من وضع للغطاء الشرعي البرلمان فبالتالي الأصوات التي علت في داخل البرلمان مو فقط من حامد الموسوي طيب مو على شخص السيد الحلبوسي وإنما على أداء البرلمان باعتبار أنه هذا البرلمان كان الأمل في التغيير ممتاز هذا الأمل اللي بالتغيير راح يجرنا إلى أسئلة أخرى أستاذ أبوهادي العزيز ولذلك أنا فت قضية أساسية بعجال المرجعية الدينية عندما طالبت بانتخابات مبكرة هي ما تقصد القوى السياسية فقط وإنما تقصد باعتبار البرلمان هو أحد مخرجات هذه الانتخابات ليأتي برلمانا هذا البرلمان قادر على تغيير المعادلة المعادلة لا تتغير من قبل الحكومات بس السيد الكاظم لا يقدر يغير شيء البرلمان لأن النظام العراقي نظام برلماني البرلمان هو الذي سيكون صاحب راية التغيير في العراق لذلك نحن نراهن على الاتخابات المبكرة والتي إن شاء الله ستؤتي بشخصيات وطنية قادرة على تغيير المعادلة أستاذ أبوهادي اليوم أنا كمواطن أروح لصناديق الاقتراع وأنتخب بحرية بس مدى أشوف مثلا فعلا محاكمة واضحة للوزراء الذين ارتكبوا جرائم مالية وفساد وغيرها على سبيل المثال جنابك ذكرت أنه هذه الفترة كانت الأكثر فسادا في زمن حكومة الغائب الطوعي المستقيلة من يحاسب من فعلا ومن هي الوزارة التي تحب نبدأ بها حاليا حتى نعرف أنا وجنابك والساد الكرام نبدأ بالوزارة التي كانت الأكثر خرقة للفساد يعني الوزارة التي تستحق الآن أن تتقدم فعلا إلى القضاء وللنزاه برأيك بلش النبي أبوهادي يعني أستاذ العديد أستاذ أبو مريم نعم أنا باعتبار حضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ورئيس لجنة الاستثمار الفرعية في داخل هذه اللجنة عندي إيمان أنا هم مهندس وعملت في داخل وخارج العراق في مؤسسات كثيرة نعم عندي إيمان أنه دون أن تكون هناك صناعة وطنية ودون أن يكون هناك حماية منتج حقيقي مو بس بالإعلام نشرع قوانين ونمضي بيها ودون أن يكون هناك استثمار يعني الآن دول الجوار هي أمثلة حية أنه إيران رغم العقوبات اللي عليها أربعين سنة بالاستثمار اليوم الاستثمارات الصينية والاستثمارات الأجنبية البريطانية والألمانية ألمانيا اصطفت مع إيران لأنها لديها استثمارات تصل أكثر من ستين سبعين مليار دولار العراق للأسف الشديد من خلال عملك في لجنة الاستثمار والاقتصاد وجدت أن الوزارات اللي مفروض هي تعطي الدولة مو تأخذ من الدولة يعني نتكلم احنا عن وزارة التجارة يعني مثال بسيط التاجر الآن عندما يأتي ويجلس في مطعم وما عنده فلوس الأكل يأخذها من يسمى تاجر ووزارة التجارة بشركاتها العامة هي بدلا أن تأخذ البطاقة التموينية بدلا أن تأخذ لشركاتها رواتب موظفية تأخذ من الدولة العراقية كانت من الممكن أنه تعطي الدولة العراقية أكثر مما تأخذ الآن أربع خمس أضعاف وزارة الصناعة أيضا وزارة هي كاهل على الدولة هذه الوزارة أيضا بسبب الفساد بش قد يوصل قيمة الفساد أبو هادي يعني أنت تصور أنه ملف في التجارة أنا وجهت 76 سؤال برماني كل سؤال هو عبارة عن ملف يعني أحد المتخصصين أو أحد القضاءات من قرى الملف وفي أحد القنوات الفضائية قال هذا كل ملف هو قضية بالقضاء كل ملف هو قضية بالقضاء أنا ذكرت يعني أننا نتكلم عن وزارة التجارة كل أمر إداري وكل هامش هو في قضية اقتصادية كل هامش كل تغيير إداري بقضية اقتصادية يعني ماكو شيء وصلت لي بالأرقام ماكو شيء في وزارة التجارة ما بقضية اقتصادية بيها كوارث؟ شفت كوارث أبو هادي كوارث سونامي سميتها أنا في وزارة التجارة سميتها سونامي الفساد في وزارة التجارة هاي الوزارة اللي هي قوت الشعب زين من تجي إلى الرز البطاقة التموينية وأنا حقيقة هذا الملف يعني الكثير من القنوات الفضائية يعني كان مهمل بالدورات السابقة لكن الفساد بيه كان من الدورات السابقة نطينا نموذج من هذا الفساد يعني الرز الفيتنامي اللي هي احنا عدنا الشركة العراقية الفيتنامية في الفيتنام هاي شهريا هي انتاجها سبعة سبعة آلاف المجرشة عراقية هي مو مزارع مثل ما يشاع هي مجرشة عراقية فيتنامية العراق يمتلك بيها خمسة وخمسين بالمئة من سهامها وخمسة واربعين للحكومة الفيتنامية العراق حاشته للرز هو تسعين ألف طن شهريا آخر صفقة كانت لوزارة التجارة مع الشركة العراقية الفيتنامية هو كان مية وعشين ألف طن طبعا انتاج هذه المجرشة لا لا يغطي حاجة العراق خمسة وعشين بالمئة فالعقود كلها مع هذه المجرشة وهذه الشركة الباقي شي سوون أكو متعهد هذا المتعهد طبعا هو تاجر عراقي احنا ما نذكر اسمه هو اللي يعني يدير صفقة يرتب الأمور يرتب الأمور خمسة وعشرين بالمئة ثلاثين بالمئة من المجرشة والباقي يشتري من السوق السوداء طبعا شروط التعاقدية لوزارة التجارة العراقية الشركة العامة لتجارة الحبوب مع الشركة العراقية الفيتنامية أنه يكون ياسمين معطر مئة بالمئة كل الأوراق اللي سوهي بالفيتنام الشركة الفاحصة بالميناء شركة تيو في تؤكد أنه هذا ياسمين مئة بالمئة زين بعد ما أثرنا الملف بالنزاهة النزاهة خاطبة وزارة التجارة بفحص بعدها البواخر أربع وين بالبحر زين بفحص الرز وهو على يعني على الموانئ العراقية بعدما نازل بالطريق وزير التجارة وجه فاحص ثالث اللي هو شركة بيروفرتناس الفرنسية فحص عالمي هو فحص الرز قال لهم هذا الرز بعد الفحص 32% ياسمين والباقي أنواع من الرز درجة رابعة ودرجة خامسة وهاي فرقها عن الرز الياسمين هو 250 دولار للطن الواحد احسبها هاي السنوات الطويلة والعراق يستورد للبطاقة التموينية كل ثلاثة شهر أربعة شهر مئة وعشكين ألف أكثر وهذا الفارق السعري يجون يخلطونه ويصل للعراق بعنوان رز ياسمين معطر ويضطونه للفقراء يعني من توصل هاي قوة الفقير يتلعبون به فكيف بالعقود الأخرى اللي هي بالأصل كلها عقود بالباطن خلفها جهات سياسية ولذلك تباع وتشترى الوزارة 30 و 40 مليون يعني شراء الوزارات موجودة كانت في ذاك الوقت هو لو ما أكو شراء وزارات سيد العزيز هي المحاصصة ليش أنا قدمت مقترح إلى السيد محمد توفيق علاوي صار لقاء قلت له سيد العزيز سيد رئيس الوزراء المكلف قلت له أنا رح أطيك قضية أساسية بعد ما أحد يجيك على وزارة تخلص من المحاصصة قضيتين طلع عنا العقود من الوزارات وطلع عنا التعينات لأن التعينات يستخدموها يأما بيع وشراء أسا أجيلك الوزارة التجارة شون صارت بيع وشراء للتعينات والعقود لتمويل أو استرداد الأموال اللي اشتروا بيها الوزارة قال شون قلت له هذا التعينات إحنا سوينا قانون مجلس الخدمة العام الاتحادي وسوينا المجلس كملنا صوتنا عليه بالبرلمان لا تخلي تعيين إلا من خلال هذا المجلس سحبه من الوزراء هذا المجلس الوزارة يقول يا بأ أنا أحتاج هل قد مهندس هل قد فني هل قد محاسب المجلس يقولهم هاي القائمة عندنا موجودة خارج المحاصصة ما قال لك والعقود العقود أيضا عندنا الآن في البرلمان وموجود تعليمات في مجلس الوزراء عندنا مجلس يسمونه مجلس الإعمار قانون مجلس الإعمار موجود هذا كل عقود الدولة تصير من خلاله حتى العقود الاستثمارية وعدك اللجنة العليا للاستثمار والإعمار اللي موجودة اللي شكلت في زمن السيد العبادي هاي خلي العقود الوزارات كلها من خلالها بعد إذا عقود ماكو تعينات ماكو شو صير الوزير صير تسوير أعمال الوزارة ماهد يريده ماهد يجيك على وزارة شبيه التجارة هذا البيع وشيرها اللي قلت لي بيها على سبيل المثال يعني أنت الآن عندك تكلمنا طبعا للأسف الشديد الإعلام ما غطى قضية أساسية تتعلق ب اعتقال مدير عام تصنيع الحبوب حسين سامي هذا حسين سامي اي من جابه للتجارة من وجابه جهات سياسية تعرف أنت المدراء العامين هم محاصصة من جابه للتجارة سنية هاي الجهة سياسية هسه سنية الشيعية احنا ترى الفساد مثل الأرهاب ما عنده لا دين ولا مذهب ولا قومية اعلم ازين هذا يعني من حصة الوزارة جابه التجارة هي عبارة عن الفساد الوطني كله يعني يصد لك فساد الوطني تعرف شوص هذا الوطني يعني اللحمة الوطنية الفاسدين الشيعة والفاسدين السنة ومن كل الطواف اشتغلوا في تجارة الفساد وهذا قلت لك أنا أتكلم بلغة أرقام نعم يعني الإنسان الشريف ما له وجود بالتجارة أبدا يعني مدراء عامين غيرهم المدراء الأقسام غيرهم مزين أي واحد يشتغل صح الصور محمد العاني الوزير السابق راح جاب مطرودين من الصناعة بملفات فساد مهو كان وكيل وعلي ملف نزاهة وطلع كفالة ب750 مليون وما زال عدة أربع ملفات بالنزاهة موجودة إلى الآن إلى الآن يعني ما الفساده في وزارة الصناعة جاب المطرودين هو فاسد في وزارة الصناعة جابوا النايا وخلوا وزير للتجارة فجاب المجموعة الخاصة بي وزعهم على الأقسام والمديريات أنا مرد أخذ يعني البرنامج بفقط وزارة واحدة عندنا ما يوزارات بس أنا ذكرت جنابك قضية الحبوب شون إجاة هذا فهذا حسين سامي مطحنة النجف مطحنة أهلية عندنا ميتين وخمسة وثمانين مطحنة أهلية بالعراق هاي المطاحن إذا الزولة لجنة يقولوا لها تغلق المطحنة كل المطاحن أغلقوهن كلها كلها بس يعني بتدريج زين تدفع عشر دفاتر إذا الزول نفس اللجنة تنفتح تدفع عشر دفاتر المطحنة تنفتح تنفتح ما عندي عشر دفاتر عمي لا أبو المطحنة عندي قصدي بس هذا يعني ما تدفعهم لما ما يدبرهم يجي يتفقوا يحسين سامي ويستلمون أسه هذا الموضوع اللي صار بعيون بغداد هذا أبو المطحنة النجف إنسان وطني فمن إجي وغلقوا المطحنة مالتك دزولة وسيط يا أبو تريد تنفتح المطحنة مالتك يجي بعشرة بايتر عقوب بايتر وزير يشكل لجنة أخرى يجي يفتح المطحنة مالتك شوف فكبسوهم النزاهة كبسة وحسين سامي في مطعم عيون بغداد زين الأمن الوطني والنزاهة سووا لهم كبسة ولزمو من اللزمو أخذوه الأمن الوطني أخذوه اعترافاته من عنده فضح المكشوف كله فلان وياي وفلان وياي وفلان وياي أنا هذا الملف ما أجي بالأسماء دي ولكن جابه من الكبير من الكبار إلى الصغار كبار بيهم زعامات بيهم زعامات بيهم نواب وبيهم نواب زين نواب سابقين طبعا نواب سابقين الوزير هالقيد مهم سجلوا قضائيا تظهر إلى العلن أمس نسمعنا قائمة من استدعاءات لنواب ومسؤولين زين هاي القائمة عفوا خلنا شو نقف عليه القائمة اللي بيها نواب حاليين حقيقة وحتى سابقين صحيحة؟ يعني من خلال وسائل الإعلام بضبط أقول نعم جيد خطوة جيدة من القضاء العراقي يعني صحيحة ربما هاي التسريبات أو الأسماء المجردة بيها أرقام يعني أرقام ملفات قضائية ضمن مواد أحكام أقول شيء جيد ماكوا واحد فوق القانون خطوة جيدة خطوة جيدة نريد القضاء اليوم يظهر يظهر استقلاليته ويعطى رسالة أنه ماكوا واحد فوق القانون ملتاز ليش هاي القضية ما أثيرت لأن قضية كبيرة جدا مدير عام ويعترف على وزير ويعترف على الزعامات السياسية إذن أكو تأثير وأحنا ما نريد نقول عليه أكو تأثير كبير على القرار القضائي حسا قد يكون متأثير على مجريات الأحداث وإنما تأثير حتى على قضية أنه تسويق للإعلام صارت تهديدات لمطحنة النجف الرجل وإجا لجأ لي وأنا هم هددوه جماعة طبعا تهديدات أنا شخصيا يعني أنا تصرت بي أرقام من ساحل العاج وتليفونات متعددة أنه يابا أترك ملف التجارة ترى إحنا ندري وين تروح ندري وين تجي صار حديث طبعا أنا ما عفت ملف التجارة سويت حتى أبعدها من الضغوطات السياسية شبكت الأمن الوطني دزيت لهم كتاب النزاهة دزيت الكتاب رئاسة الوزراء كتاب خليت الوزير آخر واحد خليت الوزير آخر إعلام أمطيتها بالإعلام ثم تحكي بالفضائيات ليش خلت الوزير آخر واحد لأنه أدري وأنا أمطيت خبر إلى يعني الجهات الرقابية قلت لهم راح يرتب وضعه ويضغط عليه المدراء يعني روح لبوا تسجيل الشركات طبعا تسجيل الشركات بيها مخالفات كثيرة تعرف تسجيل الشركات عندنا بالعراق عبارة عن وزارة ممكن أنه فقط تسجيل الشركات تغطي نفقات البطاقة التموينية وأنا مسؤول عن كلامي بس هاي الدائرة بس تسجيل الشركات لأننا سونا قانون الشركات أكو غرامة يومية للمتخلفين مئة ألف يوميا تدري الآن مسجل الشركات روح رتب يم أبو عبيدة أبو عبيدة محامي واقف قاعد حط لكرسي رتب أبو عبيدة نسقطك الغرامات هذا أبو عبيدة محامي ومدير مسجل الشركات مدير مسجل الشركات أخوانا ثلاثة هم داموا بالوزارة ما عندهم أي عنوان وظيفي داموا وظفين أو لم يعزنوا أستاذ حامد هسا لأبشرك لا حص لا كذا لا مواد غذائية إحنا منهوبين أبو هادي يعني حتى المواطن الفقير اللي ما عند قوت يوم ما يعتمد على هالدهنات الزيدات على التمنات على الشكرات النوبة بشرك ماكو من يتحمل هذه المنهوبية خلينا نسميه الوزير حصرا ولا الزعامة اللي جابته الكل يتحمل المسؤولية الجهات الرقابية يعني اليوم أنا كنائب أتحمل المسؤولية أنا لجنتي للوزارة الوزارة التجارة لجنتي زين أنا إذا ما ما أوصل إلى الجهات الرقابية أنا كتبتي إلى رئاسة الوزارة بصراحة هسا شقد يصر كلام على سيد عادل عبد المهدي وشقد يصر كلام على حكومته بس في مجلس الوزراء عندما أوصلت المعلومة إلى مجلس الوزراء منع رئيس الوزراء تمرير قضيتين رادي الوزير التجارة يسويه عبد المهدي صار كان خلية الأزمة ورادوا يستوردون كتب وزير التجارة قضيتين أساسية رادي يمشي الرزل البيتنامي هذا المخشوش طبعا أنا حتى الوزارة الداخلية الغش التجارة وكتبت لهم وسديت الأبواب كل عليهم الغذائي وغيره بالضبط هذه بها طبعا ضمن القانون العراقي بها جريمة كبرى حاول الوزير بكل الوسائل أنه يسد هذا الموضوع موضوع الرز طبعا مواضيع كثيرة مواضيع كثيرة ممتاز خلينا نسمع لهذا الفيديو أبو هادل مال الصناعة حتى ندخل أيضا بجزئية الصناعة ونرجع إن شاء الله ضيفنا العزيز الوزارات ليس فقط يوم يجيب لي واحد أجر يومي وتخلي وكيل وزير ما موجودة لا في قوانين تلك الوزارات يعني صار تعدي على الدولة بشكل كبير هذا منه هذا الأجر اليومي صار وكيل وزير وكيل وزير الصناعة هذا الأمر الإداري الأخير هذا جابه بأجر يومي يعني هذا أكو قانون اسمه قانون وزارة التجارة قانون وزارة الصناعة فمن يؤتى به رئيس مفوضية الأنبار جابه خلوه وكيل وزير لأنه ساعدهم بالانتخابات سطلعه لا وينه لا موجود لا طلع عجل كتابة سنوصل الكتاب مقدما هجيت بالعلامة أنا عليه أبو هادا شنو سالفت هذا الأجر اليوم اللي صار وكيل ونقلبت عليه الدينية حقيقة يعني قبل كم يوم أيضا كان تحياتنا للستاذ طه الدفاعي كان النائب قل لي استاذ أحمد أكو تعمد لإنهاء الصناعة والإنهاء المعامل والفساد مال الصناعة وصل إلى مراحل جدا متقدمة قال حتى زحمة نحش بي شنو سالفت الصناعة في حكومة الغائب الطوعي طبعا طبعا هي احنا نحمل فقط الغائب الطوعي السيد عادل عبد المهدي وحكومته لأنه أكو كان قرار بعد 2003 بإنهاء ميد انعراق كل شيء عراقي يعني كانت قبل 2003 هو النفط مقابل الغذاء مزين بعد 2003 النفط مقابل السلع قرار من هذا؟ هذا القرار من اللي يقرر تشترك بأطراف كثيرة طبعا الطرف الأساسي اللي ما يريد عراق قوي دول كثيرة دول كل الدول الجوار اللي تعتبر انه العراق إذا استعاد عافته سيعود هم يعتبرون شرط الخليج يا أخي أنا حبك أبوهد حتى إيران؟ أقول لك الكل أنا متحدث لك عن الكل ترى من نتحدث عن الكل بدون استثناء الكل إيران لديها مصالح اقتصادي هي تسأل الوزير الإيراني هذه مصالح مشروعة ولكن قضية أساسية أكو تفاوت يعني إحنا نقعد مع الإيرانيين الإيرانيين بصراحة أقول لك إياها ينظرون مو بنظرة أمريكا ما تريد حلفاء ولا تريد أصدقاء تريد رعاية تريد رعاية يجير السفير الأمريكي في كل الحكومات السابقة هو يشكل الحكومات السفير الأمريكي مورد ليش المبعوث الأمريكي يتدقل في تفاصيل الوزارات إحنا الآن نتحدث عن خمس تالاف منوظف أمريكي تصورهم دولي أمريكان مثلا دولي عراقيين موجودين في وزارة الخارجية وزارة الدفاع وزارة الدجارة الآن الولايات المتحدة الأمريكية تضطر واتب وترعى لأكثر من خمس تالاف موظف في بغداد عراقيين أغلبهم عراقيين مسؤولين عراقيين مسؤولين كبار مسؤولين كبار وقد يكونوا نوصلوا حتى إلى مستوى وزراء وشخصيات أمنية وسياسية القرار أنه يبقى العراق ضعيفا إيران لا أريد اليوم ولكن حقيقة أريدك اليوم تحشيرك عراقي أحسنت بالضبط هذا النفس العراقي الموجود بابو هذا يحشيري لا تبرئ ساحة عن أخرى أحسنت أنا من أتكلم عن مصالح دول اقتصادية إيران عندما يتحدث وزير أو رئيس الإيراني يقول نريد أن يكون هناك تبادل تجاري بين العراق وإيران يصل إلى 20 مليار والعراق شطي لإيران مثلا رح يكون ونويل العمل مع إيران ونويل كذلك تركيا أنت لا تمنع الدول أنه تبحث عن مصالحها ولكن نقول أنا العراق شمسويت البلدي هل هناك نية لرجل الدولة العراقي للسياسي العراقي للمتصدي لقائد الحزب أنه يجي يبني صناعة وطنية أنا هسأ أجيب هاي عدهنانة هاي عدهنانة أسئلة برلمانية وجهتها إلى السيد وزير النفط السابق تتحدث عن سبب عدم وجود مصافي يعني العراق الآن يستورد أربع مليار دولار سنويا منتجات نفطية أربع مليار أنا عندي الآن خسائر العراق السنوية تصل إلى أكثر من خمسة عشر مليار دولار فقط ليس فقط فيما يتعلق بالمصافي يعني بالمشتقات النفطية تعرف أنت الآن تكرير النفط يعني أنت منصر عندك منزين محسن وعنده بصع الدقاز طيب هذا تقدر تبيعه إلى دول الجوار بدون حصة أوبك يعني خارج حصة أوبك يعني ما تلتزم بالأوبك من تبيع بنزين من تبيع منتجات النفطية الأخرى ليش أكو إرادة لتعطيل المصافي في العراق مصفى ميسان الاستثماري مصفى بيأجي أيضا مصفى بيأجي بيجي هات تدخلت هربت أيضا أصلا هاي المعامل اللي موجودة به مصفى بيأجي مصفى كربلاء اللي يعني الآن عندنا بنتحدث عن مصفى كربلاء هنا أنا مصفى كربلاء اللي أصبحت كلفته ضاعفت ثلاث مرات والآن مصفى كربلاء عندنا الخسائر أنا حسبتها وصلت إلى 12 مليار دولار 12 مليار دولار بسبب عدم المضي في مصفى كربلاء هذا 12 مليار دولار خسارة خسارة للعراق لحد هذه اللحظة طبعا مصفى كربلاء مننا الخمس سنوات بعد ما يكمل المفروض هو 2018 كامل كامل مصفى كربلاء فقط مصفى كربلاء 10 مليون 10 مليون لتر بنزين يوميا يعني راح يسوي اكتفاء ذاتي للعراق ليش ما سواوا الجماعة؟ المصفى بإشكاليات كثيرة المصفى أول شيء يعني تم التعاقد مع شركة هونداي أو مجموعة الإتلاف الكوري في 2014 وهذا التعاقد يشوبه ملفات فساد أنا إذا تحب أطيك الملف بشكل كامل وبنفس الوقت هو الآن المصافي الحديثة كلها تنتج يورو فايف هو مصمم على يورو فور والآن النفط الخام يعني حتى من يكمل هذا السبع مننا الأربع خمس سنوات ما راح يكمل بكامل طاقته الإنتاجية ليش؟ لأنه الخام العراقي تبدل أصبح خام ثقيل مخام خفيف كما صمم يعني حتى بإشكاليات بالتصميم وهذا طبعا هذا إرادة لحلقة واحدة بل ممتاز نرجع للصناعة بشكل الصناعة عاجل حتى نحن أول عمل نرمل شركات عامة أي؟ شركات الصناعة وهذه الشركات العامة هناك إرادة سياسية كما أسلفت بدأها المحتل الأميركي من 2003 وليحد يومك هذا منع العراق من أن يكون لديه صناعة وطنية أنا في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية طبعا نحن قررنا قانون المدن الصناعية مزين وأنا قبل البرنامج سولفت لك قضية أنه إحنا نريد الآن من اشتغلنا على قانون أو سوينا المبادرة العليا لتشغيل الشباب ربطناها في الجانب الصناعي يعني الآن القروض اللي من خلال هذه المبادرة وأنا من خلال قناتكم أطالب السيد وزير التخطيط الحالي لأنه جاءت لنا أخبار أنه هو ممع هذا المشروع هذا المشروع اللي راح يحل لنا مشكلة كبيرة لتشغيل شبابنا لأنه المبادرات السابقة المبادرة الزراعية المبادرة الصناعية كلها كانت مبادرات لا تمتلك المقومات بل تحولت إلى باب من أبواب الفساد وراحت كلها أموالها لكن الآن المبادرة العليا لتشغيل الشباب وحيي من خلال برنامجكم السيد وزير التخطيط السيد نور الدليمي هذا الرجل الوطني العراقي اللي أجمع مجلس النواب العراقي الحالي بكل مكوناته وبكل قواه السياسية على نجاح أجمعه على وطالبه وترشيحه شوف هذه وحدة من الرسائل المهمة إنه إرادة المجلس مفقودة المحاصصة لا زالت والتقاسم وفرض الإرادات ليس فقط على الشعب حتى على ممثلية يعني نحن نقولهم يا بابا هذا الوزير نجح أسه وزير سني هو وزير سني وابن الأنبار هذا الوزير قدم صورة مشرفة عن المتصدي وعن الوزير العراقي نحن الآن ننتقد عادل ننتقد الوزراء وزير النفو مع شروط الزعمات أنه لا يجوز ولا ممنوع أنه أي وزير نجح زين أنه يعيد ترتيب أبراقة أنطونا الصورة يا شباب يعني مثلا مثلا أنت رفضت عودة السيد فؤاد حسين صف لي الوزير السابق حقيقة فيتو قوي جدا على عدم عودة كاك فؤاد حسين إلى أي منصب وزاري ليش رضيتم بالتخطيط أنه هذا وطني وكذا ليش تخاذات هذا دليل على أنه وصفك يعني على أنه أعضاء مجلس النواب الممثلية الشعب ما عادهم استهداف لفؤاد حسين لأنه كردي ولكن لأنه أنا هسا ما اختارت لك وزير الشيع ودافعت عني نعم ها صح لو لا نعم يعني نحن هم يصورون الأخوان يصورون الأخوان أنت ضدهم أنه لشعبهم وأنا في أحد أحد البرامج كان أكو ضيف أو نائب حفوان كردي فقال لي حامد الموسوي أنت بهذا الموضوع عندما انتقدت يعني علاقة الإقليم مع سميتها حب من طرف واحد يعني ايه ها علاقة الإقليم مع بغداد ايه قلت بغداد قدمت حسن نوايا كثيرة يعني عادل عبد المهدي قدم للكرد ما لم يقدمه أي رئيس وزراء سابق غير أنتم نجحون هذا الرجل ايه أفشلوهما أفشلوه سبب من من أسباب فشل عادل عبد المهدي انه جعلوه ضحية لجشعهم ولطمعهم حقيقتا عجيب على حساب الدولة العراقية كل الأحزاب ولا تحديدا فقط الحزب الديمقراطي كل الأحزاب كل الأحزاب بل حتى من رشح الفتح وسائرون هم ما يفشلوا عادل عبد المهدي بصراحة احنا أفشلنا حكومة عادل عبد المهدي ممتاز يقول لي صريح أبو أبو خالد لا حقيقة الفتح وسائرون هي التي أفشلت لا أنا ما أقول هي التي أفشلت أقول الكل الكل ها شوف خلق لك سادة أبو مريم كل الحكومات حتى حكومة سيد الكاظمي هي مخرج من مخرجات اتفاقات القوة السياسية أنا ما أقول مخرج من مخرجات البرلمان البرلمان مغلوب على أمره مخرج من مخرجات القوة السياسية ومنتكلم عن الفتح احنا ما نتخلى عن مسؤوليتنا ما نتخلى عن مسؤوليتنا تتذر القائد الوحيد اللي اعتذرنا الشعب العراقي بس العامري وإلى اليوم احنا ما نتخلى عن مسؤوليتنا ونقول احنا نعم لعبنا دورا في مجيء السيد عادل عبد المهدي ولعبنا دورا في مجيء حتى السيد الكاظمي لأنه لو لا موافقة الفتح وجهود الحاج العامري في واعترف يعني سألان السيد الكاظمي السيلة يقول لك أنا جهود العامري هي اللي خلت الحكومة تجد النور حسنا ما عدنا بل عكس ضغطنا على شركائنا داخل الفتح وخسرنا حليف أساسي اللي هو دولة القانون خسرتوه خسرنا حقيقة نحن دولة القانون حسنا إن شاء الله هي زعل مخسارة لأنه ضغطنا كثيرا في ما يتعلق بمحمد توفيق علاوي عندما ذهبنا مع تحالف سائرون لتمرير محمد توفيق علاوي وكانت إرادات السنة والكرد وبقية القوة السياسية من عكسنا سيد المالكي إلى الآن زعلان على سيد العامري يعني مو زعلان وإنما تعرف زعل حظايب كل واحد إليه رؤية زين كل واحد إليه رؤية نحن نعتقد بأنه اليوم لازم نتنازل جاء الوقت لنفكر بالعراق ونفكر بهذا الشعب زين بس أنت ما جاوبتني على قلت لك عن نصورة وتعليق أيضاً هذا الكتاب أيضاً الطينية حتى بعدين نوضحها أي لازم لازم إحنا اليوم نعم أكو استحقاق انتخابي هذا النظام البرلماني يقل لك اللي يفوز بالانتخابات هو جاءه من خلال الجمهور لازم يكون إلا وجود في الدولة حسن إذا ما يكون إلا وجود الدولة يكون إلا وجود في المعارضة ما الآن لا بالمعارضة وألالي وجود في الدولة وأنا تحمل مسؤولية هاي وجهة نظر الأخو في نعم إحنا كفتح وسائرون وبقية القوة تتحملون نتحمل وزر الحكومات إذا أخطأت وأيضاً نكسب النجاح لأي حكومة إذا نجح اليوم الكاظمي ومكسب لكل القوة السياسية لأن مخرج من مخرجات هذه القوة السياسية هي حكومة السيد الكاظمي أرجع إلى السيد فؤاد حسين بعجالة بعجالة السيد فؤاد حسين تصرف ليس كوزير مالي لكل العراق تصرف كممثل لحكومة الأقليم وحتى الأخوة الكرد في أغلب اجتماعات نحن نحتاج شخصية سياسية في مجلس الوزراء حتى يمثل الأقليم في مجلس الوزراء شوف خب نعم أنت من تجي تأخذ وزارة سيادية بس ليش انطيناهم الخارجية لأنه بس دقيقة ليش انطيناهم الخارجية قوية هاي انطيناهم هذا استحقاق صحيح استحقاق مو منها وهادي أنا أقول ليش القوة السياسية تفقت على إعطاء الكرد طبعا عادة الوزارة الخارجية خلق لك ياهم بصراحة الخارجية ليش كان بها يعني قضية إرضاء للسيد الجعفري لا أكثر ولا أكثر نعم وأن الخارجية كانت للكرد نسمن السيد هو الشيار رجعته فالسراحة رجعت للأخوة الكرد باعتبار احنا ما عندنا مشكلة مع أداء الكرد خلي بنون علاقاتهم الخارجية ما عندنا مشكلة لأنه لكل الدول الآن إذا تريد تبني من طرف واحد ككرد علاقات مع الخارج الخارج يعرف أنه العاصمة منه بغداد ولكن أداء السيد فؤاد حسين في وزارة المالية كان أداء مستفز لباقي العراقيين مستفز وإحنا نتكلم الآن عن وزارة المالية أنا صار يومين ثلاثة يمكن نسؤلفت لك قبل البرنامج أنت طرحت في الموضوع نعم في وزارة المالية وزارة المالية لحد هذه اللحظة هي مستفزة للعراقيين وبالتالي بشامزين طلعتهم هذا الكتاب حقيقة زمين المخرج هذا الكتاب حقيقة هو الموقع من السيد طيف جنابك ذكرت لي نعم هذا وجه إلى الوجور للمعينين للجد ما الحذف والاستحداث الحذف والاستحداث قضية الوجراء اليومين ما الوزارة التربية يعني ها قضية تخص جميع المحافظات طبعا ما شكره لكل الجهود يعني من حضرتك أيضا من المشكورين من قبل هاي الطبقة رسائلنا واضحة وبأمانة نقلها بالبرنامج بعد المنتصف زين مستفزة المالية يعني رح أنقل لك هاي الصورة أنا كنت يعني قبل يومين رحت إلى وزارة المالية بخصوص قانون هيئة المدن الصناعية ردنا نسوي مناقلة بين الترمية الصناعية باعتبار ولو هي موهمتنا ولكن أنا صرت فالجانب مساعد بين وزارة الصناع تورطت جوه بالضبر يعني شايف لك واحد نائب يتوسط بين وزارة الصناع وزارة المالية وسيط وسيط يعني يعني موظف في وزارة الصناع يقل لي أنا ما أجد طريق أريد أنا الموازنة الاستثمارية مالتي أريد أتصرف بيها بس أنا أتغير عنواني من تنمية الصناعية إلى هيئة اسمه ما تطيني وزارة المالية جايب كتاب من وزارة التخطيط فقلت لها نروحوا إياك وإن شاء الله يعني أحاول أنه أساعدك طبعا وهذا من يعني المفارقات والمضحكات بالدولة العراقية أنه وزارة ما تتعامل وزارة أخرى لأنه هاي الوزارة عدا فلوس ووزارة الصناعة فقر ما عدا فلوس ها شو ف رحنا دخلنا المهم بالطريق شفت مجموعة أو شرائح مختلفة متظاهرين بوزارة المالية قالوا يا أبا ممنوع لا برلماني ولا مدشنو ولا سياسي ولا موظف يدخل أو يخرج طبعا هناك باب آخر قالوا سيادة النائب ذات ريطوب طب من ذاك الباب لاك خاص سريع مال مالية قلت لهم لا أنا أريد أن أشوف ذلك للشباب شو نعدهم نزلت سلام عليكم وعليكم السلام طبعا ردت فعل اي احنا كلك السياسيين كلهم كذابين ماذا شو كان كلام جارح جدا كلام جارح جدا احنا غصبا عليك ونتحمل احنا انا ابتداءا قلت لجنابك انه احنا مقصرين ومخطئين الاعتراف حلو زيان وانا ما أتكلم عن شخصي وانا ما أتكلم وعندكم قالوا احنا المتعيين حديثا في وزارة التربية صار اننا خمس ستة شهر بلا رواتب طيب عندنا أمر ديواني نعم الحذف والاستحداث هذا شيء طبيعي طبعا احنا شوف واحدة من المفارقات انه الحذف والاستحداث كان متوقف وكان يعني بوزارة المالية هي اللي مانعه من الفين واربع طعش الى مجيء السيد عادل عبد المهدي ترى عادل عبد المهدي هو حرك التعينات تعينات الكهرباء وتعينات التربية والحدث والاستحداث اللي صار فاللي صار انه شفت أوراقهم كلها قانونية الشريحة الأخرى حملت الشهادات العليا المتعينين في وزارة الدفاع ايضا نفس المشكلة هم أوراقهم متكاملة وحلت المشكلة يا بليش يا وزارة المالية قالها وزارة المالية ما تستقبل أكو توجيه شفوي منين هذا التوجيه؟ يعني هاي وزارة المالية اللي هي كل الشاردة والواردة كل العراق هي تسود السياسة المالية للبلد لتعامل في أمور شفوي يابقى أكو توجيه أنه من استلم أي طلب من أي وزارة بالحذف والاستحداث طبعا هاي منتكلم عن التربية أموالها ما موجودة بالوزارة ولا موجودة بالمحافظة موجودة بالمحافظات باعتبار وزارة غير منقولة الصلاحيات نعم نعم خابرت سيد محافظ بغداد لأنه كل متظاهرين من بغداد طيب هاي مديريات بغداد نعم وممثليهم موجودين متبن كربلة أي ونواب بغداد أبو أبو هادي قالوا يا أبي صحيا تجمعات أنا قاعدت بالتراب وياهم زين أي خابرت محافظة بغداد جاوبني مشكورا يا أبي قال إحنا دا زين كل المتطلبات اللي طلبتها المالية دخلت أخذت ممثليهم حطيتهم سيارتي زين ممنوعي طبون تعرف ذولي للمالية معراقين المالية بس بس السفراء والزعماء خليتهم سيارتي طبيت قاعدتهم يمس الطيف قالوا لها إحنا بهالشكل قالت أنا أريد متطلبات معتكم جيبوا ليها وآلم سوية كتب قلت لها بدون زحمة عليها تسويوا ليها بليد أنا أدري بيش مجموعة فكتبت لي المتطلبات هيدا اللي عرضناها بالضبط فضت سالفتهم أخذتهم نفس اللحظة إلى محافظ بغداد تسوي الكتاب رجع صار صدام ويا وزير المالية بالباب خلال ساعتي ستة شهر رواتبهم معطلة خلال ساعتي طلع القرار إذن الخلل وين إذن أكو إرادة أنه أنا أكون أذل الشاب العراقي اللي صاح بالحق هذا مدرس وتربوي أزين هسا المالية طلعت من الجماعة أنا قلت لك أنا قلت لك سميت هادي ابني ابنة شبيل سميتها باسم المدرس مالتي فأني أعتبر اليوم هذا المربي مربي الأجيال إذا ما أخليه لأي احترام فأنا نهيت يعني الاحترام لكل الدولة المهم الدفاع أيضا دولي الحذف والاستحداث فضلت شغلتهم أمين استرهم خبرته الرجل دزلي معاون مدير الأفراد وأيضا حلت مشكلتهم إذن المشكلة المشكلة الحقيقية أنه ماكو متابعة لمطالب المتظاهرين ومطالب الشباب لو أكو متابعة حقيقية من قبل ممثليهم سأحنا نتحمل مسؤوليك ما وصل هذا الحال بالضبط ما وصل بالضبط عدي فقرة أخيرة أستاذ أبوهادي قضية الفيديو عدي فيديو بسيط سؤال بي زمين المخرج عرضوا نيا من هي الشخصية التي تستحق المحاكمة والسجن كل فاسد ومفسد هاي ما تفيدني ما تفيدك أريد اسم 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 كيفك بس سؤال واضح مثل وجهك الطيب بلي من هي الشخصية التي تستحق المحاكمة والسجن وزير التجارة محمد العاني زين هذا الشخصية اللي أنا وصلت بلغة الرقم زين قتلت المتظاهرين يعني أنا أطالب أنا ذكرته الآن هو هذا مطلب عامة الشعب احنا لازم يجب على السيد الكاظمي قبل أنتخابات مبكرة لأنه شوف وكرمنا بني آدم زين هاي الآية بالقرآن الإنسان أهم شيء نحن نبدأ من الإنسان زين وقتلت القوات الأمنية أيضا بنفس الوقت حتى لا يصير معايير مزدوجة طيب اللي حرقنا الشارع الرشيد واللي قتل قتل البطاط واللي قتل المتظاهرين أنا أعتقده وإن كان الأدوات مختلفة والأسماء مختلفة ولكن واحد اللي هو يقتل العراق فنريد محاكمة وسجن من تطاول على الإنسان العراقي سواء من القوات الأمنية سواء من المتظاهرين وأيضا الفاسدين المفسدين إحنا الريد من الكاظمي إذا كان هو من خلال قناتكم إحنا الريد من الكاظمي مو فقط يتحدث عن مكافحة الفساد وشكلنا محاكم لا إحنا الريد وزراء إحنا الريد وزراء الذين فسدوا زعماء سياسيين أها أنه لا يروح لصغار الموظفين يعني تريد زعمات الخط الأول مثلاً؟ أي واحد فاسد أي واحد الآن للأسف الشديد بعض حتى يعني الوزراء اللي موجودين الآن في حكومته يقال بعدنا موصلنا أنه عندهم ملفات فساد يقال عندهم ملفات بالنزاهة لكن بالإطار العام اشتتمنى له في المرحلة القادمة بتاثين ثانية نحن سنقف معه سنقف مع السيد الكاظم في أن يعني في محاكمة كل من تجرأ على الدم العراقي جيد وعلى المال العراقي وهم كثيرون وكثر شكراً جزء من عندهم جزء من المؤسسة السياسية طيف جزء من المؤسسة التشريعية لا يستثني منهم أحدا شكراً جزيلاً أبوهادي شكراً الله يعزك شكراً جزيلاً لسيد حامد الموسوي النابع عن تحالف الفتح شكراً لهذه المعلومات وللأسماء أكيد حق رد مكفول لكل من ورد اسمه في هذه الحلقة في ختام هذه الحلقة تقبلوا مني أطيب المنا السلام عليكم وسحور إن شاء الله مبارك إلى اللقاء شكراً جزيلاً اشتركوا في القناة